اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مشيرا سموه إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في المملكة منوها بهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين وقال سموه إن من بين أهم مرتكزات مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين تحقيق تطلعات المواطنين ونماء الوطن والزهارة وهي مسيرة مستمرة بعزيمة أبنائها المخلصين منوها بأن بناء حاضر ومستقبل وطنين الغالي أمانة ومسؤولية يحملها كل فرد في فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين ولأجل هذا الهدف السامي تكثف الجهود وتشحد الهمم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بما ينعكس أثرها على الوطن والمواطن وأشر اسموه إلى ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية عبر تجديد العزم نحو تحقيق تطلعات روية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وكافة المبادرات في إطار البرنامج الحكومي ذات الأولوية والدفع بها عند التنفيذ نحو أفاق أوسع من الإبداع والابتكار وفق ثوابت العمل الحكومي للمرحلة المقبلة التي تعكس دائما تطلعات المواطنين في مختلف مناح التنمية مؤكدا سموه أن جودة التخطيط والإتقان في التنفيذ سيسهمان في تسريع وطيرة الانجاز في كل المجالات وهو ما يتطلع إليه الجميع لتحويل الطموح إلى واقع والتحديات إلى أنجازة من جانبهما أعرب كل من معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على تعزيز العمل المشرك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعزز من الزهر الوطن ويحقق تطلعات المواطنين وخلال اللقاء جرى السعراض أهم المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية للأعوام 2019-2022 وعشرين